مستشفى القطار يستقبل أسبوعياً بين الخمسة وسبع حالة إصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة وتؤكد آخر الإحصاءات أن الجزائر تحصي أكثر من أربعة عشر ألف مصاب أرقام تبقى بعيدة نوعاً ما من الواقع المشكلة لا يوجد في الحالات التي عارفها المشكلة في الحالات التي لا يرى مصابين بهذا الفيروس لتنمية كمون الخطر لهذا لازم نوعوا لازم نادوا لناس باش يتوجهوا للكشف خاش الكشف في الجزائر الحمد لله روهم مجاني طوعي واحد ما راح ييبليجيه باش يروح يديره وزيد سري يعني رغم أن التشخيص يتم في ظروف سرية تامة إلا أن التقاليد والأعراف لا زالت تصنف المرض في قائمة الأمراض المسكوت عنها خاصة في المناطق الداخلية للوطن والمصاب بالفيروس يعاني الأمرين المرض وعزل المجتمع له تعود مشكلة أكبر هنا يعني إذا كان الحاديث عن المرض بحد ذاته طابه فما بالك الحاديث أنه الشخص مارض يعني المجتمع تنام ما زال ما يتقبلش الأشخاص المرضى بل يحاملين ولو حاملين الفيروس السيدة ما زال ما همش يتقبلوهم حيكون عنده كومبلكس حيكون عنده يعقدة بلك هو ما يتقبلش نفسه حتى هو يحشم يقول يخاف يقول يدخل في مجال قلت لك إهمال المشكلة يزيد فاقمها وتسعى بعض الجمعيات الناشطة في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة تبسيط المرض للمواطنين وتعمل أيضا على التكفل النفسي للمريض وتقبل المجتمع له وتوعية الشباب عن أسباب وطرق انتقال الفيروس كل هذا بالحملات التحسيسية والجوارية التي تقوم بها